سلام عليكم تعرض سائح إنجليزي للسرقة من طرف مرشد سياحي غير مرخص على مستوى حيق شيش بمراكش وحسب مصادر فإن شخصا يشتغل كمرشد سياحي غير مرخص قام باستدراج السائح وعرض عليه إرشاده إلى ساحة جامع الفنى وعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في إحدى الأزقة حيث سرق منه مبلغا ماليا وتمكنت عناصر الأمن من توقيف الجاني وإحالته على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه كما تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة